بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي في البداية أن أهنئ سياداتكم بقرب حلول عام هجري جديد وندعو الله أن يحمل هذا العام الجديد إن شاء الله كل الخير والبركة لمصر والعالم الإسلامي السيد رئيس نهارده وإحنا الحقيقة بنفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمتر الأنفاق نجد أنها فرصة جيدة أن نعرض لسياداتكم وللحضور الكريم ما تم في قطاع النقل بكل مشروعاته الكبرى التي تم تنفذها في خلال الست سنوات الماضية والحقيقة لما بنيجي نتكلم على قطاع النقل بيبقى دائما في علم التخطيط هو المقصود به هو شرائين التنمية لأن أي تنمية وأي توسع في مناطق جديدة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشروعات للنقل ولا الطرق التي تساعد الناس على الانتقال للمناطق الجديدة ولما بنبدأ الحقيقة دائما من البداية التي بدأنا بها كل المشروعات التنموية العملاقة التي قامت بها مصر في خلال الخمس والست سنوات الماضية هي الوضع الذي كانت عليه مصر قبل 2014 من خلال في الخريطة العمرانية وعدم قدرة على استيعاب الزيادة السكانية وكانت المساحة كلها المعمورة الحقيقية لا تتجاوز السبعة في المية ولما بنضف لها يعني مسطح نهر النيل والبحيرات بتتجاوز السبعة ونصف في المية ولكن طبعا كانت ده بيخلي مصر من أعلى الكثفات السكانية المأهولة على مستوى العالم حيث اتصل إلى ألف متين وخمسين نسمة للكيلومتر المربع الواحد الحقيقة يمكن لما السيد الرئيس يعني يوجه ببدء تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام عشرين اتنين وخمسين اللي كان بيستهدف مضاعفة المعمور المصري والرقعة العمرانية الكبيرة لمصر وان احنا نوصل لهذه الخريطة بحلول عام عشرين اتنين وخمسين كان عشان يتنفذ هذا المخطط الطموح جدا اللي احنا الحمد لله النهاردة بننفذه كان لازم يكون معاه شرايين للتنمية شرايين للتنمية اللي هي مجموعة الطرق اللي كانت مقترحة اللي قدام حضراتكم اللي احنا بنشوفها النهاردة بالخطوط الغمئة اللي هي بالألوان الأحمر والأزرق والحقيقة يمكن هذه الطرق لما وضعت في هذه المرحلة كان هدفها ان احنا ازاي عشان نتوسع أفقيا في المناطق المناسبة للتنمية والتوسع في مصر لازم الكلام ده يتم على شرايين للتنمية ومحاول للتنمية بتنقل التنمية من شرق مصر الغربها وعشان نربط ما بين هذه الشرايين الأفقية كان لازم نعمل مجموعة من المحاور الرأسية من الشمال إلى الجنوب اللي هي باللون الأزرق اللي عندنا علشان يبقى عندنا شبكة أساسية من الطرق الرئيسية والسريعة اللي ممكن تقوم عليها عملية التنمية ودي اللي احنا بنسميها شرايين التنمية ده بالزبط يمكن منذ تولي فخامة الرئيس تم مراجعة هذه الشبكة وتم البدء فورا وتوجيه سيادته في تنفيذها وانا عايز اقول لحضراتكم دايما يمكن لما جات فرصة قبل كده وقولها ان هذه الخريطة كانت محتوطة لعام 2052 النهاردة احنا نقدر نقول والمرحلة الاولى بتاعتها كانت 2027 احنا النهاردة الحمد لله نقدر نقول ان احنا يعني تقريبا في خلال سنوات قليلة جدا يعني قبل حتى ما تعد علينا المرحلة الاولى اللي هي 27 هنكون اكتمل كل المخطط اللي كان معمول عام 2052 من شبكات طرق ومرافق وخدمات كبيرة جدا المفروض كنا حطين تصورنا بمعدلات التنفيذ اللي كانت بتتم فيما قبل ان دي هتبقى يعني لو نجحنا ان احنا ننفذها بغاية 2052 حيبقى انجاز لكن الحمد لله على الارض النهاردة احنا نقدر نقول ان احنا فعلا تجاوزنا كل الحمد لله المعدلات القياسية لعملية التنفيذ وهذه المشروعات كلها بتتم على اعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفي اصرع وقته ممكن وباقل برضو تكلفة لتنفيذ هذه المشروعات الحقيقة يمكن حضرتك احنا النهاردة وصلنا يعني افتخطتنا وتنفيذنا الى اكتر من 7000 كيلو متر طرق جديدة بنوضفها لشبكة الطرق القومية في مصر سواء هذه الطرق يعني طرق جديدة ومستحدثة بالكامل نفذتها كل الجهات المعنية للدولة على رأسها وزارة الدفاع وزارة النقل وزارة الاسكان وفيه هناك حتى مجموعة من الطرق المستقبلية اللي هي اضفناها حتى على المخطط القومي علشان برضو يبقى بنستشرف المستقبل المتوسط والبعيد لمصر وبنبدأ النهاردة وبنشرح في تنفيذها ايضا خارج هذا المخطط اللي كان محتوط لاربعين سنة قدام الكلام ده يمكن حد يطلع ويقول طب احنا بننفذ وبنسرع من خطواتنا في تنفيذ هذا المخطط الكبير ليه يعني احنا محتاجينه فعلا ولا لا احنا انا طالب من حركة من احنا نسترجع ونرجع بالذاكرة شكل الطرق في مصر كانت عاملة ازاي والبنية الاساسية وكان مصر كانت موجودة فين وترتبها ايه في العالم في هذه الخدمة المهمة جدا الحقيقة ده كان يعني منشور من احد الجرائد يوم 26 ابريل 2010 في مؤتمر بيقول مصر الاولى عالميا في حوادث الطرق لما نيجي نبص بعديها في 2013 منظمة الصحة العالمية قالت مصر اعلى دولة بالشرق الاوسط في نسبة حوادث الطرق التعبية العامة والاحصاء قالت ان عدد المتوفيين في حوادث الطرق تجاوزوا 715 في عام 2011 وان السيارات الملاكي من اكثر المسببات لهذه الطرق وسوق حالة الطرق كانت احد اهم هذه الاسباب عشان كده يمكن لما تولى السيد الرئيس كان توجيهه للحكومة فورا بالاسراع في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطعات النقل ولتكون بمثابة شرعيين التنمية المستدامة لكل الدولة المصرية والحي يمكن النهاردة انا عايز بس اتوقف عند رقم مهم جدا 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 ان النهاردة اجمالي الاستثمارات اللي تم تنفذها واللي جاري تنفذها على الارض في هذا القطاع المهم اللي بيشمل قطاعات الطرق والمواني والنقل النهري والسكك الحديد ومتر الانفاء بتقترب النهاردة من تريليون جنيه مصري او تسعمائة وخمسين مليار بالوجه التحديد صرفنا منهم ربعمائة وعشرين مليار بالفعل في مشروعات انتهت وجاري تنفيذ في خلال السنتين ثلاثة القادمين ان شاء الله مشروعات اخرى بتتجاوز الخمسمائة ستة وعشرين مليار جنيه الحقيقة يمكن اللي تم تنفيذه على الارض في خلال الست سنوات لما نيجي نشوفه مقسم ازاي حلق ان ربعمائة وعشرين مليار مقسمة الطرق والكباري الوحدها تتجاوز اكتر من خمسين في المية من هذا الرقم مشروعات الطرق الداخلية والكباري الداخلية جوه المحافظات والمدن الجديدة خمسة واربعين مليار السكك الحديدية اربعين مليار متر الانفاق تلاتة وتلاتين وقدام حضراتكم الانفاق قناة السويس وكل المشروعات العملاقة اللي الدولة نفزتها النهاردة اللي وصلت وانتهت بالفعل ودخلت الخدمة بتتجاوز الربعمائة واربعة وعشرين مليار جنيه لكن ايضا الخطط اللي احنا بنقول حضراتكم بتتنفذ على الارض وليست مجرد افكار اللي هي تصل تكلفتها الى خمسمية ستة وعشرين مليار جنيه النهاردة بنلاقي ان يعني طبعا لان احنا استثمرنا بصورة كبيرة جدا في موضوعات الطرق والكباري على مدار الست سنوات فبيبدأ موضوع المترو الانفاق والجر الكهربائي والتكنولوجيا الحديثة بتدخل عشان تبقى هي اللي ان شاء الله هتبقى حوالي خمسين في المية من الانفاق المستقبلي وبقية القطاعات الاخرى اللي قدام حضراتكم النهاردة كلها في مشروعات هنعرضها سريعا لحضراتكم قيد التنفيذ او هتبدأ التنفيذ في خلال الايام القليلة القادمة الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم احنا نفذنا يعني او بننفذ حاليا سبع تلاف كيلو من الطرق السريعة والجديدة بالكامل اربع تلاف وخمسمائة كيلو بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ الباقي ده بالاضافة الى خمس تلاف كيلو متر اخرى تم فيهم ازدواج ورفع كفاءة وبالتالي يمكن انا بس حاطت الارقام دي كمقاربة ان قبل 2014 كان المتوسط لتنفيذ الطرق في مصر 270 كيلو سنويا احنا النهاردة 1150 كيلو سنويا بيتم تنفيذهم في شبكات الطرق دي طبعا نمازج من الطرق اللي تم تنفيذها على اعلى مستوى طبعا من كل الجهات في الدولة وزارة الدفاع هضبت الجلالة الطريق الدائري الاوساطي اللي ان شاء الله حينتهي قبل نهاية هذا العام ويدخل ايضا الخدمة عشان يخدم القاهرة الكبرى على اعلى مستوى محور ديروت الفرفرة اللي كان احد برضو شرايين التنمية اللي تصل الى عمق السحراء الغربية في مصر طريق هضبت اسيوت الغربية اللي كان حلم من احلام اهالي محافظة اسيوت ووجه به فخامة الرئيس وانتهى النهاردة في الخدمة عشان يربط مدينة ناصر الجديدة مع مدينة اسيوت تطوير شبكة الطرق السريعة اللي كانت موجودة ويمكن احنا كنا مجازا بنطلق عليها انها شبكة سريعة فيما قبل طريق زي طريق السويس كان كل اللي موجود كان اتنين واثنين حرطين وحرطين ولكن النهاردة بنصل الى تسع حراط في كل اتجاه منهم ستة على الطريق الرئيسي وثلاثة لطريق الخدمة شبكة على اعلى مستوى من الطرق اللي ممكن فاقد اي معدلات على مستوى العالم في التخطيط والتنفيذ النهاردة طبعا يعني ازدواج الطرق اللي كانت قائمة وكانت في حالة سيئة وكانت بيحصل عليها معدلات حوادث كبيرة ابتدت يعني بناءا على توجهات سيد الرئيس ان احنا نسرع في ازدواجها وتنفيذ هذه المشروعات عشان نقلل من معدلات الحوادث السيارات اللي بتحصل في هذا المكان طبعا بالاضافة الى الرئيسية